بعض الأرقام الخاصة ببعض اللاعبين المهمين في النهاردة التشكيلتين أوباما في مواجهة فخر الدين بن يوسف اتنين من اللعيبة المهمة جداً في تشكيلة باتشيكو وتشكيلة يوفيتش 25 سنة لأوباما 28 سنة لفخر الدين بن يوسف ده لعب 9 لقاءات وده لعب 10 لقاءات 762 دقيقة لأوباما و 765 دقيقة لفخر الدين بن يوسف ده سجل 6 أهداف ومتقلق وهدف الدوري حد الوقتي وده سجل هدفين صناعة أهداف هدف وهدف صناعة فرص 16 فرصة لأوباما في مقابل 7 لفخر مراوغتين 2 لأوباما و 4 لفخر 85% نسبة التمرير لأوباما و 65% لفخر وبعدين قطع الكرات تقريباً متساويين 48 مرة لأوباما و 45 لفخر تغطية صحيحة 39 مرة و 30 مرة لفخر الدين بن يوسف كرات هوائية طبعاً فخر الدين بيتفوق 9 مرات وأوباما مرتين أوباما سدد 10 مرات على المرمى في حين سجل 6 مرات أو سدد 6 مرات فخر الدين بن يوسف اتنين مهمين جداً واللي فاق فيه ونهار دا يفرق مع فرقته أوباما من الناس اللي تمسك الريموت في الزمالك من الناس المهمين جداً اللي دايماً لو في حالته فاق وراق بتلاقي الزمالك في شكل تاني بينقن الهجمة بشكل سريع واحد مهم جداً في تشكيلة باتشيكو ونحن تاني أكيد فخر دين بن يوسف واحد من العيبة الكبيرة حراس المرمى أبو جبل في مواجهة محمد صبحي السن 31 سنة هنا و39 سنة هنا دا لعب 11 مباراة أساسي ودا لعب 8 مباراة أساسي 1061 دقيقة لأبو جبل 790 دقيقة لصبحي كلين شيت 7 لأبو جبل و2 لصبحي استقبل 5 أهداف جبل وصبحي استقبل 11 هدف عدد التصديات 21 مرة لجبل و14 مرة لصبحي تصدي العرضيات أو يعني ارتقاء العرضيات 34 مرة لجبل و17 مرة لصبحي 71% نسبة التمارير الصحيحة أو بون الهاجمة هنا خلينا نقولها و63% لصبحي تصدي لرقلات جزاء صبحي مرة وأبو جبل صفر لكن الاثنين بيظلوا برضو اسمين مهمين جداً أبو جبل حارس كبير جداً وصبحي حارس خبرة وعودته الإسماعيلي أكيد إضافة لتشكيلة الدرويش